اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عصيرة الشمالية كانت نقطة احتكاء كبيرة غدا بعد غد سنكون في بيت حنينة سنكون في المغير كنا في غزة الحملة متشرة في كل أنحاء الضف الغربي لها هدف مختلف الهدف الأول هو هدف وطني تعزيز صمود المزارع في أرضه وحماية المزارعين من اعتداءات المستوطنين ومن الاحتلال منذ زراعة الزيتون تبدأ لغاية الزراعية وتستمر معنا حتى في الكطاف تنتهي طبعا عملية الكطاف الزيتون سنويا تواجه مشاكل وصعوبات من كبر المسلطنين وخاصة الأراضي المهددة والقريبة من الجدار الفصل العنصري وقريبة من مستعمرة أفن حيفث فقيام الإغاث الزراعية بهذا العمل هو أكثر من وجهة الوجهة الأولى اللي هي منع المسلطنين من التواجد في هذه المناطق والهجوم على المزارعين وإخراجهم من أراضيهم هذه الناحية والناحية الأخرى هي معنوية ترفع معنويات المزارع الفلسطيني وتقوم بتثبيته في أرضه والمحنى والثالث هو مساعدة المزارع الفلسطيني بعدم تكلف مصاريف زيادة في كطاف هذه الزلاجار اليوم هي الحملة الختمية لهذا العام اختصرنا الحملات احنا السنة بسبب الكوفيد وبسبب شح الموسم ولكن احنا حاملين رسائل بنحمل رسائل في هذه حملاتنا اللي بننظمها دائما الرسائل هي المزارع يعني انه احنا مع هذا المزارع معه دائما ليس فقط في قطف الزيتون وانما في الطرق والاستصلاح والمياه وكل شيء من أجل تثبيته وتعزيز صموده في أرضه ورسالي للمحتل هذا الإسرائيلي الغاصب والذي يغتصب أراضي الشوفي بالاستيطان نقول له ان هذه الأرض هي لأصحابها الفلسطينيين فقط لغير وانه حتما سيرحل وستبكى هذه الأرض لأصحابها الحقيقية هنا جينا كفريق مهندسين زراعيين لدينا حملة تطوعية منهم ندعم المزارعين لأنها هي أراضي مهددة بالمصادرة من اليهود فهي لهم دعم مننا وإننا أصلا كمان مهمة نحن نحتك فيهم نعرف مجال عملنا أكثر نحن والمزارعين فريق واحد نحن نكملهم وهم كمان بساعدونا وبيكملون ترجمة نانسي قنقر